اخوتي اخواتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وارزقكم ربي الفضل والتي سير وارزقكم كثيرا مرحبا بكم معنا في قصة جديدة وبلما نطول عليكم بحل عادة ندخلوا مباشرة في سر التفاصيل جريمة اليوم قصة اليوم ديال هاد النهار غدا دينا العام 2015 عدينا بالضبط للنواحي ديال المدينة الجديدة واحدة عائلة كانت تكون من ربعات الناس رب الاسرة هو الاب اسمته عمر مزوج من واحد المرأة اسمتها حاكيمة عنده معها جوج وليدات الكبير اسمته عبد الكريم والصغير اسمته اسامة هذا عمر هذا كانت عنده واحد دويرة كانت تكون من السفلي والطبقة الأولى داره السفلية كان كاريهة لواحد العائلة وهو عمر وولاده مستقرين في الطبقة الأولى عمر كان يخدم شفور ديال الكاميو في واحد الشركة اديال البورش كان ينقل السلعة للمحلات اللي كان في مدن بعيدة وفي بعض الأحيان كان يضطر يغيب شيئا مات بالسبب الخدمة يغيب يخدم خدمته عاد يرجع للدار مثلا إلى سافر نهر الحد ما يرجع حتى النهر ثلاثة في الصبح المهم عمر كان عايش هو والأسرة دياله باخير وعلى آخر مستقر في خدمته وكاري داره السفلية كي عاون بها المصروف كي عاون بالكلة ديالها المشكلة هي عمر قبل ما يتزوج بحاكمة كان فيت مزوج ومطلق هاد سيدة اللي كان فيت مزوج بها عاش معها غير في الصداع والمشاكل كرفصاته ديال بالصح دوزت عليه العادة بالآله على حسب الأقوال ديال عائلته باللي هاد المرأة هاد اللي كان مزوج بها كانت كتخونه وكانت كتسحر له ومن الفوق كانت تهلكل وصحته حيث تعطيه التوكل وما تهنات حتى خرجتليه على عقله حتى سلسله صحته وهذا شي كامل غير باش يبقى اللي قلته له يديرها بلا ما يهضر بلا ما يتكلم مثلا إلا ما خلاش تدير ذلك الشيء اللي بغات كانت تجمع له يعني إلا خلالها الجو باش تدير كامل ذلك الشيء اللي فقنتها مهم كانت كتخف عليه بقية كعيران معاها كانت تزيد له فلادوس ديالتوك كانت تعتبر سم وكيهلك صحة الواحد وكيهلك صحة الواحد وكيبقى بغاية السلاك كناعة عمار ما بقى شو هدك صحته غادل يعني وحتى عقله او انفافي شوية اما على الوقت زاد عليه الحال ودك شيره اجد له عليهم الخدمة صحته ولتك تدهور ولا ما بقى شقا دخدم ولا خصو غير نعس الجلدة ولا تلسق على العضب اتحول من شخص اللي كان مصحته وخدام على رأسه ومرتاع مدين قالوا واحد خيانا قلت سغير في الدار وشد رقنا ومرأت وشد واحد القنية لا يتحدث لا يتكلم يدرون اللي يبغى وغيره ويسكته وفعلا هذا الشيء اللي كانت بغاية مرته واللي بغاية توصلت له ولا تكدر ما بغاية اتخرج فيه ما بغاية جيفك ما بغاية مهم السيدة وصلت بها الجرء أو الواقاحة تدخل رجال حتى الضارة وغراج العمسكين يشوف وما قاد شهده كلها عقل عفكر به ولا الجهد اللي عينه ضده بزيغوت لا يتكلم الحجرات أخواتهم له وكتلعب به كما بغاية ولكن الحاجة الزوينة في هذا الشيء هي عائلتهم اللي يشاهدوا في ذلك الحالة لا تسمحوا به لا تخلوش عليه تبقوا في كتافه ووقفوا معه حتى فرقوه مع هذا الضار حتى تطلقوه ومن ذلك اللحظة وهم يجريوا به لكي يتعاج وبقوا المدة سنين وما تابعنا معه حتى تشافها حتى أولى عمار شوية بشوية كي يتعالج وكترجع عليه صحته وحتى عقله حتى تشافه نهائيا ما هذا المرض هذا والله يحس براثه إنسان طبيعي في هذا الوقت كان عمار دخلي خدم في هذه الشركة ولكن ذلك شيء كامل الذي يدز عليه مع مرته اللولة أضطر عليه بزاف ذلك السحر اللي كانت تدير له والتوكل اللي كانت تعطيه وعاد كانت تخونه من الفوق هاد شريبه من الداخل خلاه ما بقى يتيق فحتى شي واحد لدرجة هاد السيد ولا إنسان مريض بالشك والوسواس طبيعة الحال هاد شيء خلاه يعيش مشاكل كبيرة مع مرته الثانية اللي يسميزها حكيمة وخاها حكيمة كانت بنت الناس وكانت بنت درويشة والله عمرها الضار ومن عائلة أصلا محترمة ولكن وخاها كك وعمر كان يشك بزاف كان يخاف من خياله كان يشك من كل شيء وما كان يتقف حتى شي واحد كان حتى هي خايف لا تدير لي شيء حاجة تديره بحل مرته الأولى تخيلوا معي بكثرة الشك وبكثرة الوسواز ووصل به الحال إلا ما كلتش حكيمة معاهم من نفس الطبسيل ما يياكلش ومثلا أنا لمشا معاها الضارهم وعطاته نسيبته شيء حاجة يياكلها ولا يشربها خاص تاكل معاهم ولا تشرب معاهم ولا تقيسها هي اللي أولا عادي يشربه وموراها سيد ولا مهووس ويشك في كل شيء ما بقى كيتقف حتى شيء واحد ما شغل هذا شيء رب كثرت ما كان موسوس كان يوميا يقلب الماريو ويقلب المخاد يخاف لأنها تكون مخبية له إذا لم يحجب حجابات شيء سحول ولا شيء كان عمار دائما أعيش معها في الشك ما تقيقش فيها يقول مراته تقدر يجيش نهار وتخونه وإذا لم يحصل لها شوفوا ماذا قال له عقله يدير مثلا فشكي ديس العالم دين أخرى قلت لكم بأنه يوميا ثلاثة يوميا ثلاثة يوميا بعد كي أرجع لداره وإذا كان يرجع نهار 5 يقول لها إذا أرجع إذا أرجع حتى يرجع وإذا أرجع أفجأة وأنه فشكي أرجع الخميس وإذا أرجع الأربع سيحصل وإذا أدخل أشياء إذا أدخل حقله هذا هذا الشيء الذي يصوره عندما يرجع للدار أول شيء يدخل يدخل مع الباب لا يسلم يمشي مباشرة يقلب البيوت يقلب الكوزينة يقلب الدوش يجري السطح المهم يدخل فحص يدخل إجلس فيها كما مرته يقدر تكون مدخرة ومخبيها في الماريو يدخل إجلس في الماريو يدخل عادة يدخل مرض ملوسواس وهذا الشيء يجعله يحرر العيشة على مرته وولاده مالذي كان خارجه ومرته وشف فيها في الزنق يجعله يدخل يمكن أن يكون هذا ومعرفه يدخل مهم أن يدخل مدخل يدخل فيه بعض المرات يدخل في الزنقاقع وهذا الشيء الذي مرته في حياتها ولم يبقى قد تصبر عليه حاكمة كل مرة كانت تقدي ولادها ويتمشي تغضب في دارهم هذا الشيء أضطر بزافة ودها الكبير أضطر لوح تعلق رايته حيث فيما كانت تدابز مع راجلها كانت تغضب ويتمشي تقلس في دارهم بشهر بشهرين يدخل راجلها يطلب منها اسمها ويرجحها معها مرة أخرى هذا الشيء الذي يجعله لدها الكبير لا يستقر في قرائته يعني يغيب شهر وشهرين يدخل هذه القرائة عنده مستوى الدراسي له أو ضعيف بالزعف والمشكلة كبيرة هي أن حاكمة كانت دائما تسمح الراجلها وترجع معه كما تعرفت هذا الشيء الذي يجعله في عمرته الأولى وتعضره ويقول لماذا ستركبته فيه البناء الأولى وعرفت كل المشاكين الذي يجعله ومن الذي أطرره نفسي يعني ترعيله يعني هذا السيدر لا يوجد شيء وهذا الشيء ليس كاك ومسوس من أي شيء هذا الشيء الذي كانت ترى في الأخرى يبقى فيها ويتسمح له يقول هذا يأتي المهار الذي ستبدل فيه يقول هذا الشيء غير ضحك وتعاويد ولكن للأسف عمره لا تبدل بالعكس كان غير مغادي ويزيد فيه وعاد يقول يضربها بزعف طبيعة الحال كل المرة حاكمة كانت تهزي حويجاتها وكتطج تزوري ذاتها حويجاتها وتمشي نداره وعمر لم يكن يدير أي شيء محاولة كي يبدل من رأسه لم يكن يحاول أنه يتعالج عند طبيب نفسي دائما يقول لمراته أنا عارفك مرة شريفة وبنطاركم واحتى من أخوتك وعائدك الله يعمر ليهم ولكن أنا أحكى الغالب الله السيد بعض المرتك يكون مزيان حتى يبدوا يطيحوا عليه شيء أفكار وهو من الذي يجعله يشك في مراته على حساب تصريحة والذي يقال ليها واحتى من الناس الذين يديرون به هذا الشيء كامل الذي كانوا يشوفه لم يكنوا ينصحوه لم يكنوا يدخله بخيط بيض وأهم شيء سنعود لكم هي واحدة وقعت لأن عمر عيوني يدير حواج التي لا سنصبقها نهائية لا سنصبقها لكم المهم والدهم عبد الكريم الذي وصل إلى المستوى السادس البتدائي خرجوا ببه من القراية قالوا الله يجعل شيء بارك قلس في الدار وقابل الوليدة كان دائما يوصيه يقول له من الذي يأتي للدار ستعود لك كل شيء ستعود إلى أمه كل ما لم يكن تمشي ستعود ستخرج ستكون هم الناس الذين يأتي للدار أبقى هذا الولد على هذا الحال أبقى أعطي التقرير اليومي لبه أكبر أو لا رجل في المقابل القراسة لا صنعة لا قراية دوس طفولته كاملة غير في الدار هذه الأيام وحاكمة أبقى تعيش مع رجلها في نفس الصداع وفي نفس المشاكل يضربها وفي نفس المشاكل حتى الواحد النهار الذي كان بتاريخ 18 شهر ربعة عام 2015 في الصباح بكري دكسيد الذي كان من عنده أمار سأذهب إلى بريقاد ومشي عند الجنطان وقال لهم بدأت مسافر ودابت قريبا لمدة 4 أيام لكي أرجعت ومن ذلك النهار الذي أرجعت فيه وأنا كان أشم واحدة الريحة خائبة ومن ذلك قالوا مني جاي هذه الريحة قالوا مني جاي من عند مول الدار الذي أنا كري عنده وهذه الريحة رأيها دايرة بحل الريحة تشجيفة بحلها حيوان ميت حيث أصلاً كان عندهم القروط مربينهم بزاف قالوا حلوانه يكون شيء قطمت لهم في الدار والمشكلة قال لهم أنه نهار على نهار هذه الريحة تزيد جهد أكثر من الأول الدرجة كانت طلعاً من المرة نضق على مول الدار لكي نعرف ما هي المشكلة التي لديه نعرف منين جاي هذه الريحة ولكن نضق حتى نعيها لا يجاوبني حتى شيء واحد حاولت نتصل به ولكن كان لقيت الريفون طافي أمشيت نقلب على النمر الولد الكبير كما نعلمه ما هو واقع ولكن لم أردته لم أردنا أحد شيء واحد الذي سيحلنا الباب ديال الطهر قالوا عينما نصبروا عينما نقولوا اليوم ستحل المشكل أحتى بدينا نتخنقوا في دارنا لم يبقى نزيدوا نتحملوا ونصبروا وهذا الشيء اللي خلاني أنني نجي ونبلغه حيث هذه الريحة رمى شي طبيعي هذه الريحة دخلت لنا بزعر تقدر تكون واقعة شيء في دار عمار لا نريد أن نتخيلوا الأسوأ ولكن نقولوا هذه الجيفة غير شيء حير نريد أن نتخيلوا شيء خيب الدارك الملكي مباشرة تفاعلوا مع هذا البالغ واخدوا أمر من النيابة العامة ومشاولوا للدار عمار وفعلا ألقوا هذا الشيء اللي قال اليوم هاتسيد هو اللي كان ذلك الريحة التي تخرج من الدار كانت خيبة وما فيها ما يتشاف ريحة لم يتبشر بالخير أجلوا الدار بلا ما يزيدوا يضيعوا الوقت ذلك الساعة بعد أيضا من وكي الملك فرعوا البال دخلوا الدار عمار وهنا سيشوفوا الكارثة قدام عينها شفوا عمار مجبد في الأرض طائح ميت والضم ضاير بها من كل جهة يعني الجتة هذه الضحية هي اللي كانت تعاطي ذلك الريحة من خلال المعاينة الأولية اللي داروا الدارك من خلال المعاينة اللي داروا فرقة الأدلة الجنائية على ذلك الجتة واحتى على مصرح الجريمة تبيل لهم بالاستيدر أكثر من ثمانة وهو ميتم الجتة بدأت في مرحلة التحلل بدأت كالتعفن وكان مليوح في الجنب ديال الضحية واحد الموس متوسط لحجم هنا نفكر في جوج احتمالات إما هذا الموس ديال الجانب واستعمله لكي يصفيها الضحية ويقتله والاحتمال الثاني أنه يكون هذا الموس ديال الضحية وكان يدافع به على رأسه هذا هو مجموعة احتمالات اللي يكاينن واللي يعطوهم ضارك ولكن كانوا يتمنوا أن هذا الموس يكون ديال الجانب يكون هو الذي تستعمل في القتل ديال العمار الله يرحمه حيث هذا الشيء سهل عليهم طريق بزاف خاصة إذا كانوا فيها البصامات خاصة يقدروا في أقرب وقت يوصلوا للمجرم الحقيقي من خلال الأدلة اللي يعرف عبما من مصرح الجريمة خصوصا إذا كان الجانب كما قلنا خلنا البصامات على أداة الجريمة الدار الذي يقلبوا الدار يجبوا كل شيء مرتب في بلاستو كل شيء عادي وحتى حاجة لا يسرق وكانوا حواجبين يعني يستحقوا السرقة خفاف وغالين يعني سهل أن يسرقوا ولكن يجبون باقي محطوطا في بلاستو يعني هذا الذي يقتلون لا يسرق أن يسرق شيء لا يدخل إلى الدار لكي يسرق هذا الشخص أدخل لكي يصفي هذا السيد حدثة لا أعرف ولكن ستعرف السؤال هو على شقة الضحية وماذا كان يبغي منه أنا أرجع إلى السيد الذي كان عنده عند ضحية عمر قالوا له ما هذا السيد الذي كان لك كان سكن غيب في هذا الدار أم لا؟ هذا الشخص قال لهم السيد وعنده جوج ولكن في هذه المدة الأربع أيام لا يصبح أي شيء فيهم لا يصبح لا مرته ولا أولاده هذا السيد سيقول لهم عمر كان دائما عنده الصداع والمشاكل مع مراته دائما نايد الغوتة في الدار دائما مدرز مراته وولاده سؤاله السيد قالوا له ماذا تعرف يسكنوا عائد مرته يعني ينسى الضحية اليوم لا لم يكن أعرف ماذا يسكنوا الدارة لكي يعرفوا معلومات كثيرا امشوا كي يسكنوا الجيران ربما يكونوا شاهدوا شيء ربما يكونوا عارفوا نفسك نسابه وهذا ما يوقع من اللي بدأوا كي يسكنوا الجيران كلهم أكدوا الجندر باللي قبل هذه سمعوا صداع كبير صداع كبير واقع ما بين عمار وبين مراته وباللي عمار كان يضربها وهي تستنجد وتغوت كانت حاكمة وتغوت وتطلب الله يعتقها قالوا لهم في ذلك الأشياء نيت شفت حاكمة خارجة من دارها وكانت غادة كتبكي حازمة شال ودائرة كتبكي وبينها غضبانا لدارهم قالوا قتلهم بنت جراء وساما ولدها والدائح واجهة معها دارها كتبكي تضلهم كثير من الأسئلة في رأسهم وهذا الجريمة وقعت بسبب الصداع ما بين عمار ومرته ولا لا وحاكمة في ذلك النهار اللي يدابس معها رجلها تكون هي اللي قتلته وزادته هربت حيث ماشي بزاف باش الضحية وقع بينه وبين مرته مع الوقت اللي حدد لهم الطبيب الشرعي ربما تكون هي قتلته وهربت ربما من المشات لدارهم وعودت لهم من مشكلة اللي وقع معاه يقدر يكون شيء واحد من عائلتها مثل أخوها ولا أبواها بقى فيه الحال ومشي تهجم على عمار في داره وقدروا وباش دارك يعرفوا هذه الاحتيمات اللي يفكروا فيها كاملة يعني هو الصحيحة ولا لا بقوا كي يبحتوا وكي يقلبوا حتى عرفوا فين كي يسكنون ساب الضحية من اللي عرفوهم في كي يسكنون استدعاوا مراتوا باش يعمقوا مع هالبحت خاصهم يعرفوا حتى هي أشنو كنتحت راسها واشي اللي يمور هذا الشي كامل ولا لا يعني خاصهم يقلبوها من خلال الأسئلة يفهموا واش عندها علاقة بها الجريمة ولا لا ولكن أجدوا ندار منها يبدو يسولوها وقالوا السيدة ما أعرف حتى شي حاجة من هذا الشي اللي وقع على راجلها وبأينا بأنها ما تكذبش قلت ليهم أنا أكثر من سيمانة باش تداب الزنوية وخرج من الدار ومشيت بحالاتي الدار والدية ومديك ساعة معه وتعرفت عليها شي حاجة أرجعوا ونسولوها شنو المشكل اللي يوقع ما بينك وبين راجلك أحتخلك تخرجه من دارك حكي ما قلت ليهم قال لي راجلها كان إنسان أموسوس غير مع رأسه دائما كيشك في الناس اللي يضايرن به قلت ليهم حتى مني أنا مراته كان دائما كيشك فيه حرر علي العيشة لا 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 أولادي وفي ذلك النهار بالضبط اللي مشيت فيه تداب الزنانة وياه من اللي كانت خارج كانت قدوشي حوائج خاصة للدار داز واحد السيد يجي من العائلة هذا السيد يعرفني مزيان سلم عليها عادي وسوني على ممي عمر غير شاف السيد سلم عليها أبغى يصعر لا أعجبوش الحال قال كيسوني فيك هتحرفي هذا خينا حلاش يسلم عليك كاذا كاذا إياك ما كانت بناتكم شي علاقة إياك ما كنت تدخليني معه قلت له معيه يتمن هضر معه هيتمن قل له أود هذا السيد يجي من العائلة قلت له معيه يتمن هضر عيه تمان في السر ما أبغى شي تقبية وهذا الشيء الذي يقع بناتنا صداع كبير وصل به الحال حتى أبدأ يضرب فيه أنا لم أديره المهم ديك الساعة أزيت والدي الصغير ومشيت لدار والدية حتى ابنت تليفون ديك لم أديته معيه خليته في الدار وبقيت هكك ما أعرفت عليه هو له حتى استدعيتوني وأعلمتوني بهذا الشيء الذي يقع عليه قلت بأن عمر راجل كراهمهت الزندر من خلال البحث اللي داروا مع حكيمة والبحث المدقق عرفوا بلسيدة ما عندها حتى شيد فالجريمة أنا ما سوف يديره بدأوا كيسولوها على ولدها الكبير ولدك عبد الكريم في كيسكم بالضبط جاوباتهم حكيمة وقلت لهم بلدها عبد الكريم كاريب بارطمة في واحد الحي في مدينة جديدة واخ ولدك كيف كانت علاقته مع ابوه؟ حيث جون دارم من اللي كانوا يستجوبوا الناس عرفوا باللي عبد الكريم علاقته مع ابوه متوترة ما كانت حتى له وشحر من المرة سمعوهم كيتدابطوا مع بعضياته حتى الأم ديال وأكدت للدارك وقالت لهم فعلا ولدي عبد الكريم ما كانت تفاهم ابوه خصوصا من اللي تزوج وجات مرتو تسكن معنا كانوا ديما في السطاع وهذه المشاكل الكاملة كان يخلقهم غير رجل الله يرحمه الله يسمح له كان يخلقهم بسبب هذا المرض الذي سويس لي فيه مرد معه حتى ولده ومرأة ولده وبقى وهكاك حتى الواحد النهار في نوقع بناتهم مشكل كبير لدرجة أتشان قعد الكريم مع ابوه وهذا الشيء الذي يخلقه مباشرة يهز مرته وبنته ويخرج يمشي يكري في المدينة وتقريب هذا بعد 6 شهر يخرج من الدار ومشاكله بوحدته ومن ذلك الساعة لم يرجع للدار لم يرى ابوه وفاش كان يريد أن نرى كان يمشي وعنده أنا وولدي الصحر دارك من الذين يسمعون الأقوال للأم نعطيه حتمال الذي يمكن أن يكون ابوه عبد الكريم من الذين يعرف أن ابوه وضربها وانتقم منه بذلك الطريق يستطيع أن يكون ولده هو الذي يصفه له يعني عبد الكريم أو بالنسبة للدارك هو الشخص الوحيد الذي في دائرة الشك يعني هو الذي لديه قوي لكي يقتربه تافع الجريمة هنا الدارك الملكي سينسطقه مع البوليس الذي كان في الدين جديدة لكي يمشي ويضعهم العنوان الذي يسكن فيه عبد الكريم وفعلا يقلبوا وضغية يوصلوا له وعنده عبد الكريم كان العنوان الذي كان في الكارت ناسيونال تابع الدوار الذي كان يسكن فيه مباشرة البوليس سلموه للدارك سلموه لكي يكمل مع البحث يتكلفوا لكي يفعل الملف هذه القضية يجبهم يعرفوا ما تحترسوا وعنده شيء في الجريمة او لا أبدا أبدا الذي يبدو يقفوا ويقفوا كلهم لم يترسوا من النهار خرجت من الدار دابعها 6 شهور لكي لم يترسوا 6 شهور لكي لم يترسوا لكي يترسوا لكي يتطور حتى أنا بحالكم تفاجأت من أجل السمعت هذه الخبار أنا براسي لم أعرفت كيف هو هذا الشخص الذي يدرسوا لكي يترسوا 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 بسيطوا هذا يعود لهم شيء كامل اللي يدار فيه ببعه اللي لهم الأب ديالي كان إنسان مريض بالشك والوسواس الأب ديالي مرضنا بتصرفاته ما كان يتقف حتى شي واحد حنا اللي أولاده من صلبه ما كان شي يتقف فينا وما عرفت شنو كان يقول لها رأسه واش حنا كنضحكوا عليه واش حنا متفقين عليه مع شي حاد واش حنا كنخلي واحده كنخرج وكان هضروه فيه ما عرفت كيفاش كان كيف يفكر على السيد حيات يحدثوا من المره كان كيف يغالسوا كان هضروه مع بعدياتنا حتى خبيوا تليفونه في البلأسة اللي كانوا يгорسوا فيها الذي يجعله يسجل الهضرة كاملة اللي كان يقولوا هاو سنخرج يعني بعض المرات كان يكونوا مخبأ مع بعدياتهم قال مزيد والد الكبير اللي كانوا يتقفون هنا أمي وقال سنو ببعضياتنا ونحصل الى اللفتان ونجرب الى اللفتان ونحن نعود الى اللفتان الى اللفتان وهذا يتصند ونرى ما نقوله في جنسة او المجمعة فيها كامل يعني اذا لماذا نهضره فيه أو لا نرى كيف يدعونها يعني يقلب عن المشاكل يرى ماذا نهضره واذا يعيره قال ليهم وخاء لهم نحن لم نهضره فيه نحن نقول الانية والذي يديرها الله يسمح له نقول هذا يهدير الله ويتبدل ويتبدل عقله رهبانا ولكن هو لا يريد عقله لا يريد أن يتبدل لا يريد أن يزيد فيه لدرجات يوجد مرات حصلته يسجني أنا ومراتي بتليفونه كان لديهم خبيت تليفون وسط بيت النعاس دي قالوا حتى الأخير مرة لماذا تستطيع بيناتنا؟ أنا وياك أنا ومراتي قاسم في الصالة حتى الواحد اللحظة كان سمعوا شيء تليفون كيه صوني ما الذي يبقى نقلبه قالوا لدينا التليفون دياله نساء لأنهم يقولون أن يدير له ذلك أورلاين ولكن دبان ساء مخبعه ما بين السدادة ديال الخشب والحيط وكان يسجل فينا هذا الشيء قالوا لهم لا قد تستعمله لا قد تستعمله شديدت تليفون وضربته مع الأرض حتى تهررس والمشكلة كبيرة من اللحظة قالوا لهم واجهته بهذا الشيء ومشي عتعرف بالغلط دياله وطلب السماحة عاد ما زادك يغوت عليهم من الفوق قالوا لهم بقاك يضربني بقاك يغوت عليها فهم ذلك الساعة هزيت حويجاتي وخرجت هنا ومرتي وبنتي من الضار والحد الساعة مع وجه رجعت لذلك الضار ما رجعت للضار ما رجعت للدوار ولا شفتوا فإن كان توحش ممي والأخي الصغير كان تصل بممي وكان يقول لها أجي وعندي رانة وحشكم وهذا الشيء لكن هذا الشيء ما غادي شيء طول حيث في هذا الوقت كان خرجت قرار ديال البصمات اللي دارت على أداة الجارية موصدنا الكبيرة هي أن هذه البصمات كانوا يطابقوا مية في المية مع البصمات آدية لعب الكريم الوقت الكبيرة هنا الضارك أعرفوا باللعب الكريم هذه المدة كاملة كان يكتب كان يغيب بغيت الفهم باش ميشكوش فيه نهائيا ولكن كان غافل ما كانش عارف باللي البصمات سوف يفضحوه وسوف يتعرف بسهولة وسوف يتعرفوا باللعب الكريم أعتقلوا قبل أن يفعلوا أي شيء عبد الكريم شاهد رأسه لم يبقى قدامه حتى لا يزيد لأنه كان يواجه بأن البصمات كانوا على سلاح الجريمة السيد وباللعب لا يضغطوا عليه مباشر أعرف باللعب الكريم في الاعترافات كيف يقول عبد الكريم من اللي وقع المشكل ما بين أمي في النهار الثاني على الصباح مشيت نشوفها كيف بقيت من اللي وقعت كانت تصدم من الحالة التي كانت فيها ألقيت أمزرق لها عينها عينها من فوق لحمها كان منزرق وكان وجهها كلهم قموش كان يقرش فيها المهم أن أمي ألقائها في حالة خائبة كثيرا لهم لم تدخل أمزرق أمزرق أنت تجد أمزرق وكذلك 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 أمزرق وكذلك لهم لا أشعرت بأس حتى تحزيت الموسم لكوزينة وطعنت به لأن لم تتحمل وقع في هذه البنية لم يتعلم موعدة موعدة براثة خرجت من نور الروح في هذه اللحظة تلفت ومعرفت ما ندير أمزرق ومعرفت مضع في لحظة غضب خرجت عليه خرجت على البط وخرجت على رأسي لم تتحكم في أعصابي بقيت أغري ومبرد قتلته من الإعتار في عبد الكريم من اليدار ومن اليدار في حق من اللي يصنع لأقوال حولوا الملف مباشرة في المحاكمة في المحاكمة محكمة القادية في السجن المؤبات صراحة أتقدر لا تقول على هذا القادي سأجعلكم تعطون رأيكم ماذا هو الشخص الذي يبقى لكم غالط ماذا يتحمل المسؤولية لهذا الشيء كامل الذي يصل لهذا العائلة وماذا مراته وماذا مراته وماذا لا تستطيع تعرف كل المسؤول كيف ستوصل لهذا الشيء ماذا 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 لا تستطيع إذا تسمعكم الدعوة الخير لا تستطيع إذا أرزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخر أخفاف على قلوبكم أخوتي أخوتي يتدوزوا بخير تقفض إن شاء الله في نفس الموحد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر